ثم قال جل وعلا ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم أي هدينا أيضا هدينا آبائهم هدينا ذرياتهم هدينا إخوانهم وهذا فضل من الله عظيم أنه هدى الآباء والإخوان وما قال ومن أي بعض آبائهم بعض ذرياتهم بعض إخوانهم لأن هناك من الأنبياء من أبوه كافر كإبراهيم هناك من الأنبياء من ابنه كافر كنوح هناك من الأنبياء من إخوانه كفار فالقصد إذن لكن هدى الله بعض إخوانهم بعض أبنائهم بعض آبائهم أي هؤلاء الأنبياء ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ما قال واجتبيناهم الاجتباء هو الانتقاء والاختيار والاستفاء اجتبيناهم اصطفيناهم واخترناهم وقدمناهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم يعني اجتبينا هؤلاء الأنبياء وهديناهم أي وفقناهم إلى سلوك طريق الخير وهو الصراط المستقيم وقال أهل العلمي العرب تسمي الطريق صراطاً إذا جمع أموراً ستة العرب تسمي الطريق صراطاً إذا جمع أموراً ستة يقول هذا صراط ليس كل طريق تسميه العرب صراطاً وإنما الذي يجمع أموراً ستة هو الذي يكون صراطاً أولها وأهمها الاستقامة واذا تذكروا معه صراط مستقيم اهدنا الصراط المستقيم أول شرط للطريق حتى يكون صراطاً أن يكون مستقيماً الأمر الثاني أن يكون متعيناً يعني لا يوصل إلا هذا الطريق أن يكون واسعاً يسع كل أحد يريد أن يمشي على ما يضيق بأهله ما يضيق بأهله أن يكون واضحاً طريق غير واضح هذا ليس صراطاً الصراط هو الطريق الواضح أن يكون أقرب طريق لا يوجد طريق أقرب منه لا يوجد طريق آخر أقرب منه الأمر الأخير أن يوصل إلى المقصود لا يقطعك في نص الطريق والانتهى طريق مغلق لا يوصلك يوصلك إلى مرادك فهذا إذا اجتمعت في هذه الأمور قالت العرب هذا صراط هذا صراط قال وهديناهم إلى صراط مستقيم ترجمة نانسي قنقر